كشف صندوق النقد الدولي عن تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030 أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخية وشدد صندوق النقد على ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي لتجنب هذا التراجع جاء ذلك ضمن فصل من تقرير الصندوق لأفاق الاقتصاد العالمي المقبل إذ أظهر المزيد من الانخفاض في معدل نمو العالمي الذي مر بطباطئ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 و2009 توقعت منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبيك طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف وتمسك بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في العام الحالي لكنها أكدت أن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من التوقعات هذا العام وأضافت أوبيك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 وبمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025 ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي هذا ومن المقرر أن تعقد أوبيك بلس اجتماعا في يونيو المقبل لتتخذ قرارا بشأن تمديد خفض الانتاج أو ضخ المزيد في الأسواق في أسواق البترولة العالمية هبطت أسعار النفطة خلال التعاملات بعد أن أدى استمرار التضخم إلى تراجع التفاؤل تجاه خفض الفائدة لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر في ظل تأهب المتعاملين لهجوم محتمل من إيران على المصالح الإسرائيلية وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة تقدر بـ 2.10% لتصل إلى 90.28 دولار للبرميل كما تراجع خام غارب تاكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تصل إلى 3.10% ليصل إلى 85.91 دولار للبرميل فيما تراجعت أسعار المزعود عالميا بنسبة 5.100% لتصل إلى 2.75 دولار للتر وهبطت أسعار الغازي الطبعية بنسبة 1.1% لتسجل 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحا بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو هذا وأبقى البنك المركزي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة سعر الفائدة على الودائع عند 4% كما هو الحال منذ شهر سبتمبر الماضي ذلك في إطار جهد مستمرا منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار ولكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% واتعطل الإقراض المصرفية ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد صدر عن المركزية الأوروبية تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن عكس الميزانية الأمريكية تجاوز تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام وأشرت الوزارة إلى أن الفجوة البالغة نحو 1.1 تريليون دولار أقل بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع الإرادات بنسبة 7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 من 10 تريليون دولار وارتفاع النفقات بنسبة 3% لتبقى أعلى من 3 تريليونات دولار أكدت وزارة العمل الأمريكية ترقع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع مشيرة إلى أن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول بنسبة لبعض العمال المسرحين للحصول على وظائف جديدة وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ترقع بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية وبلغ 211 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 6 من إبريل الحالي أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان أي حوالي 281.82 مليون دولار أمريكية وبسعر فائدة يقدر بـ 1.8 من 10% وقال البنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نظام المصرفي وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشترى فيها أو يشتري فيها البنك المركزي أو راقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الأنفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل موسيقى مشاهدينا أنتهت أخبار والاقتصاد وعود عليكم مرة أخرى رجائي وفطي شكرا مرنا